رحبت دولة فلسطين بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية بفرض تدبير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا أن دولة فلسطين تؤكد على أن قرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم بأنه لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ووضع هذا قرار حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل